بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلة وانت تجعل الحزن إذا شده سهل نبدأ إن شاء الله بالشابتر التاسع طبعا هو الفصل يتكلم عن الصفات عن الصفات وإلى آخره يعني عنوان هذا الفصل وإذا أرجعنا عليه قيل adjectives and adverbs يعني الصفات والضغو حاليا إحنا راح نتكلم عن الصفات يعني إذا نحكي عن الصفات فأول شي قيل لي emphasizing adjectives الصفات التأكيدية اسمها emphasizing adjectives طبعا هذا نوع من أنواع الصفات اسمه emphasizing adjectives هذه emphasizing adjectives إلها أنواع أو إلها حالات عندنا حالتين من emphasizing adjectives اللي هي restrictive and intensifying restrictive and intensifying restrictive and intensifying restrictive and intensifying ذني المنتبعات تابعات emphasizing adjectives قيل لي we use restrictive adjectives نستخدم الصفات اللي هي restrictive وإحنا طبعا لازم نعرف restrictive يعني صفات مقيدة شن يعني مقيدة راح نعرفها when we talk about something as a special or unique طيب إذن 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 يقول لي restrictive هي الصفة اللي نادرة أو خاصة نادرة أو خاصة يعني يعني في الصفة نادرة أو في الصفة خاصة طيب يعني موجودة عند هذا الشخص يعني هي تشي ما موجودة تكون عند غير شخص يعني هي تشي ك يعني ك بشكل عام يعني safety is my achieve concern يعني يعني بال restrictive بالصفة المقيدة أكو تقييد يعني شن أكو تقييد يعني هاي الصفة بس أنا عندي تقريبا ما موجودة عند غيري أكو أهمية كبيرة جدا يقول الأمان الأمان هي من أولوياتي يعني هاي الشي خصني أنا كل شي يعني مهم جدا إذن بالرستركتف أكو أهمية كبيرة جدا بالرستركتف أكو أهمية كبيرة جدا يقول our main problem إذن مشكلتنا الأساسية هي مشكلة مادية يعني فلوس our main problem وإذا اللاحظ أنه بالرستركتف دائما انتجينا صفة قبل الاسم main problem achieve concern a specific reason to give a specific reason أن تعطي سبب محدد a specific reason فدائما في هذا النوع من من الصفات إحنا أكو أهمية كبيرة جدا أكو أهمية في هذا الموضوع لأنه أصلا رستركتف معناها العربي مقيد يقول we use intensifying intensifying adjectives إحنا نستخدم يقول نستخدم intensifying intensifying adjectives intensifying adjectives نستخدم نستخدم هذا النوع من الصفة to reinforce the meaning to reinforce to reinforce طبعا كلمة نجعله كلمة reinforce reinforce كلمة reinforce يعني يعزز to reinforce the meaning حتى تعزز معنى الاسم يعني حتى تنطيني معنى هذا intensifying حتى تنطيني معنى إضافي عن الاسم يعني تنطيني معنى إضافي زايد طيب الآن الآن يعني بمعنى أنه أنه في النوع الثاني في intensifying adjectives هاي النوع من الصفات نحن راح نسوف تشغلة واللي هي أنه نحن مجرد راح نزود المعنى يعني ما راح ننطي أهمية لا ماكو أهمية مجرد راح ننطي تعزيز للمعنى طيب يقول اي هاف بلايد اي هاف انت بلايد بيفور يقول أنا ملعب كرة قدم من قبل اي ام ابي قنار أنا مبتدئ مستجد أنا مستجد هذا كلام هذا لحد الآن نطاني معلومة قال يا بترى أنا مستجد اجت نهاية الصفة اش سوت لي عززتلي المعنى يعني اني مبتدئ بشكل كبير جدا او بشكل يعني خلينا نقول بشكل مطلق يعني يعني عزز لي المعنى زود لي المعنى يقول الجملة هي كان الاجتماع مضيعة للوقت هذا هو الجملة هاي هي الكلمة الحادية اجت نهاية الصفة اللي هي الانتنس فاين اللي هي راح تعزز المعنى اكمبليت اذن قالت لي هو مضيعة للوقت بشكل كامل جدا او بشكل كامل كان الاجتماع مضيعة للوقت بشكل كامل اذن اكمبليت هنا شوت لي زودت لي المعنى يعني نقدر نكتب ملاحظة ان بالانتنس فاين اجكتب هذا النوع الثاني يعني حتى اذا حذفنا الصفة اكو معنى حتى لو حذفنا الصفة يظل اكو معنى حتى لو نحذف الصفة ويبقى معنى يعني انا سأل اقول الاجتماع كان الاجتماع مضيعة للوقت المعنى كامل ما عنده اي مشكلة المعنى كامل يعني مجرد انه انه هي تتعزز لي المعنى يعني ما تنطين فد اهمية او فد شيء الى اخر هي كان الولد البطل الحقيقي الوحيد اذا هو بطل حقيقي عندي كلمة عزززت للمعنى فقط عزززت لي المعنى لا اكثر ولا اقل اذا انه هي انتنس فاين ادكتب плюс عندما we use more than one adjective to describe someone or something we usually put them in order in the order presented in the table below with age old before green طيب الآن شي يقول إني عندي صفات الوصفية الصفات اللي بيها وصف طيب يقول أقول الآن لما أستخدم أكثر من الصفة هاي مهنة راح أصير عندي مشكلة شنية المشكلة اللي راح أصير عندي متى أستخدم الصفة الأولانية يعني أنا هس عندي مثلا الصفات أريد أقول على هاي السيارة هاي سيارة حمرة وجميلة أو يعني رائعة وأريد أقول عليها يابانية شون أقول كيفي لا مو كيفي بالإنجليزي مو كيفي ممكن بالعربي إي بس بالإنجليزي لا مو كيفي تقول طيب شون اللي عد أختار أرتبهم أرتبهم حسب هذا المخطط اللي منطينية هنا يقول أولا تعطيني الرأي الأوبينين يعني مثلا سيارة لازم دارد أقول قد لازم أول شي أقول قد أو أقول أقلي يعني أول شي أستخدم الأوبينين الرأي بعدها أستخدم السايز الحجم مالة السيارة إذا عندي وصف للسيارة طبعا إذا ما عندي خلاص عوفة وراها أستخدم الفيزي submitted to physical quality التي هي يعني معناها الخاصية الفيزيائية يعني شون الخاصية الفيزيائية يعني معناها يعني معناها الحالة الفيزيائية مالتها مالة المادة يعني هل هي شنو حارة باردة ضوء شم مالة المادة يعني شنو يعني فكرة العمر العمر أو الوقت هل هذه السيارة حديثة جديدة على سبيل المثال يعني أيضا الشكل أنا عند الحجم وعند الشكل دائري مربع مستطيل طوبة مثلا أي شيء كالر اللون واللون يعني أنا أذني أعتمد عليهم حتى أقدر أوصف الأسماء على هذا الترتيب وعلى هذا النظام ممكن تجيين بالامتحان وخربطات ولازم أنا نرتبهم شلون نرتبهم وفقا لهذا الجدول اللي هو من طينيان بالبداية اللي رأي مثل كلمة excellent بدي ثانيين الحجم مثل big بعدين وراها مثل hard صلب بعدين أقول نيوء جديد أو قديم بعدين أقول round دائري مثلا وبعدين أقول green يعني مثلا أخضر هذا هي شون تجيين بالامتحان تجيني كلمات مخربطة صفات مخربطة وأني لازم أرتبهم بشكل صحيح الآن راح ننتقل على موقع الصفات موقع الصفة adjective positions طيب 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 النسبة للموقع الأول للصفة قل لي وهي أي كلمة تصف شيء معين الموقع الأول للصفة هو قبل الاسم الموصوف مثلا the tall man الرجل الطويل إذن الموقع الأول يجيني قبل الاسم الموصوف تجيني قبل الاسم الموصوف أنا عندي مان رجل هذا الاسم هي the tall man الرجل الطويل the good news الأخبار الجيدة جتني قبل الاسم الموصوف a sad story القصة حزينة قصة حزينة إذن تجتني قبل الاسم الموصوف هذا الموقع الأول للصفة الموقع الأول للصفة تجيني قبل الاسم الموصوف الموقع الثاني للصفة الموقع الثاني للصفة اللي هو بعد أفعال الكينونة أنا عندي أفعال الكينونة الاس والار والام والوز والوير وهي السوال الاس والار والام هذولا يجيني وراهم صفة he is a handsome هو وسيم وهي صفة she was sad كانت حزينة she can't be sick لا يمكن أن تكون مريضة إذن هذني عندي أفعال كينونة is وار وام والوز وير إذن إجاني وراهم صفة إجاني وراهم صفة هذا الموقع الثاني للصفة أما الموقع الثالث فهو يجيني بعد أفعال الربط سواحد يسألني شنو أفعال الربط أفعال الربط وهي الأفعال اللي تربط ما بين الفاعل والفعل ما بين الفاعل والتكملة وأنا راح أهسن أشرهن أشرهن يا بها هذه الأفعال هنحددهن يعني أنه أقوى أفعال محددات يعني عشرين فعل أو خمسة عشر فعل هذن يسمونهن 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 أفعال الربط هذن أفعال الربط بهن ميزة شنو ميزتهم دائما يجين وراهم صفة يعني غالبا مثلا the food smells delicious رائحة الطعام تبدو لذيذة أو يبدو الطعام لذيذ يولك بيوتفل أنت تبدو جميل أو أنت تبدين جميلة يولك بيوتفل I remain calm أنا أبقى هادئ he becomes tired أصبح متعب إذا اللحظ كل هذن هذن اللي جواهن خط هذن كل هذن صفات ليش صفات لأن جاني قبلهم linking there فعل ربط لو رجعنا للكتاب يقول I had an amazing experience I had an amazing experience إذا اللحظ أن الإسم هنا الصفة amazing جتني قبل من جتني قبل الإسم هاي الملاحظة الأولى اللي توني نطيتها أنه يا بس صفة تجيني قبل الإسم هاي واحد هاي الحالة الأولى مثلاً أنا عندي don't be silly هاي حالة هاي الحالة الثانية اللي هي تجيني وراء أفعال الكينون الـ is وال-ar وال-arm وهاي عندي she became ill اللي هي الحالة الثالثة اللي تجيني وراء أفعال الرضب طبعاً هاي المواقع الرئيسية اللي للصفة غيرها ما عدنا نحفظ على كل وحدة مثال سواء نحفظ بالمنشور اللي هسا قبل شوية شرحت عنه أو سواء اللي بالكتاب ماكو فرق المهم لازم نعرف أن الصفة لها تلاث مواقع الموقع الأول تجيني قبل الإسم الموقع الثاني تجيني وراء أفعال والأوم والوز والوير والموقع الثالث تجيني بعد أفعال الربط اللي هما بكم يصبح وسيم وهسا راح نقشرهم خلينا نقشرهم أفعال الربط وين هم أفعال الربط أفعال الربط دقيقة للاحظ هاي مجموعة من أفعال الربط عندنا الفيل واللوك السميل الساوند هذه الأفعال تسمى أفعال الربط وهذه الأفعال يجيني وراهم صفة يجيني وراهم صفة طبعا هذا كل ما موجود بالنسبة لي صفحة 112 غيرها ما عندنا ما يحتاج تعب نفسنا ونحجح شيء ما بي فايدة هذا الشيء المهم واللي أنا شاء عندنا punctuation punctuation معناها بالعربي التنقيض يعني معناها خلي نقطة خلي فارزه نكتب ملاحظة على هذا الموضوع على موضوع التنقيض ما للصفات إذا كانت الصفات متشابهة إذا كانت الصفات متشابهة من نفس النوع إذا كانت الصفات متشابهة من نفس النوع فنضع فارزه إذا كان عندي صفات متشابهات من نفس النوع نخلي فارزه خلي كومو أعيد مرة أخرى إذا كانت الصفات متشابهة من نفس النوع نضع فارزه وإذا كانت الصفات غير متشابهة يعني مختلفة وإذا كانت الصفات غير متشابهة مختلفة فلا نضع فارزة فلا نضع فارزة ما نخلي فارزة ما راح نخلي فارزة الفكرة هي شنوه الفكرة تقول إذا كان عندي صفات متشابهة من نفس النوع أخلي فارزة إذا كانت الصفات غير متشابهة مختلفة يعني مو نفس النوع ما أخلي فارزة ناخذ عندنا هذا المثال هنا طيب يقول يقول هنا Lovely old victorian يعني بناية بكتورية قديمة محبوبة هنا الصفات ماكوا تشاوه بيناتهم لذلك أنا ما خليت فارزة الجاب المحبوب على القديم والبكتوري يعني ماكوا تشاوه بيناتهم يعني هنا مو نفس النوع لذلك أنا ما خليت فارزة المثال رقم 12 إيش قايل لي؟ قايل لي black أسود green أخضر yellow أصفر هذني كلهم ألوان لأنه النوع واحد فآني خليت فارزة بيناتهم خليت بين البلاك وبين الجرين فارزة خليت comma عدنا الآن صفات يسمونهم participle adjectives شيني يعني participle adjectives ما المقصود بالparticiple adjectives نكتب ملاحظة نكتب ملاحظة مهمة قد يستخدم الفعل المضارع المستمع عفوا قد يستخدم قد يستخدم الفعل الذي يحتوي على ing قد يستخدم الفعل الذي يحتوي على ing كصفة يعني هو فعل بـ ing بس حاطي لأبس و بس معتبرينه صفة بس معتبرينه صفة و أي صفة شي سمونها يسمونها participle adjectives participle adjectives إذن إذن نعيد مرة أخرى نعيد مرة أخرى شن المقصود بالparticiple adjectives معناها أي فعل هو فعل عفوا هو فعل حاطي لـ ing فأصبح صفة هو فعل حاطي لـ ing و أصبح صفة وهذا نكتب عليه ملاحظة وهذه الحالة تسمى باللغة العربية باسم فاعل نسميها باللغة العربية باسم فاعل هذا نسميه إحنا اسم فاعل دائما يعني من نحط للفعل ing يصير اسم فاعل بالعربي بالإنجليزي يعتبرون صفة يعتبرون هاي الفعل اللي حاطي لـ ing يعتبرون صفة the news was surprising كانت الأخبار مدهشة مدهشة إذن هنا مدهشة هذا اسم فاعل مدهشة على اسم فاعل يقول my parents were surprised كان والدي مندهشين كان والدي مندهشين إذن هذا هنا صفة إذن الفعل اللي نخليه لـ ing أو حتى إذا ad نكتب سواء ing أو ed نكتب سواء ing أو ed هو فعل ولكنه يدل على صفة هو فعل هو بالأصل فعل بس يعني يستخدم كصفة يستخدم كصفة الآن عدنا الـ compound adjectives بنقول compound adjectives يعني صفة مركبة شن يعني صفة مركبة يعني معناها صفة مكونة من كلمتين سلام عليكم وعليكم السلام شو نقعيني والله وخير إذن صفة مكونة من كلمتين أنا في مركبة كلمتين هاي معناك مكونة من كلمتين وبس غيرها ما عندك غيرها ما عندك حفظ لياك تعريف تعرف لياك مثال ممكن يقول لك give example اعطي مثال وتحفظ لي هذن الكلمات أيضا وهي الأمثلة كل شو مهم جدا جدا مهم ننتقل إلى فتشي اسمه adjectives as a noun شن يعني adjectives as a noun طيب الآن إخوان عندي فتشغلة اسمها اسمها الصفة كاسم شن يعني هذي الحدش الآن كلمة الآن كلمة ترج شن معناها معناها غني طيب كلمة فور شن معناها معناها فقير حلو طيب إذن هاي شنه يا أخوان قبل كل شي بس خلينا أفهم أفهم من عندك شن هذي هذي صفة حلو حلو هذي صفة طيب هنا هاي الصفة أقدر أستخدمها كاسم هاي شنو إيه نعم هاي الصفة أقدر أستخدمها كاسم وهذا شي موجود عندنا باللغة العربي وحتى باللغة الانجليز يعني أنا من أقول الولد غني شنو غني هنا صفة من أقول والله الغني 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 شنو هنا اسم صارت إذن إذن مرات آني كلمات هذه مثل الغني والفقير هذه الكلمات ممكن تستخدم كاسم وممكن تستخدم كصفة ممكن تستخدم كاسم وممكن تستخدم كصفة شون أعرفها من خلال السياق أولاد قل لي أنا ما عرف السياق تعون لي فهمتك شلون تجي كالصفة الصفات شلون يجني يجنيك وراء قبل الإسم ويجنيك بعد أفعال الكينونة ويجيناك بعد فعل الرب هذي مواقع الصفات شرحناها وحكينا عنها بما فيه الكفاية حلو إذن ونقول نعيد مرة أخرى إذن معناها عندي صفات هاي الصفات أقدر أستخدمهم كاسم وأقدر أستخدمهم كصف إيشلون أعرفون من خلال السياق وخلينا أقول لكم شغلة بين وبينكم بس ما تقولوا لها لحد ها بين وبينكم إيشلون تعرفها اسم إن تجي قبل هذا رح أصير اسم معقول أستاذ محمد بسيتي إيو الله بسيتي من تشوف قبل هذا صارت اسم من ما تشوف ذي يعني معناها صفات ذا رتش الغني صارت اسم ذا بور الفقير ذا إيطاليانس الإيطاليين ذا فرنج هاي خلص إذن 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 هاي الكلمات اللي هنا عشرها أنا قدامك هذا اللي بلون غامر هذا اللي كلمات ممكن يجا كصيفة ممكن يجا كاسم الصفة أنا قلت لك وإن تجي وطأتك موقعها العسم لما يجي قبل هذا بس السلام عليكم وعليكم السلام الآن خلينا نتكلم عن الظروف طيب إذن الظرف الظرف طيب الظرف إخوان وهو وهي أي كلمة تصف الفعل وهي أي كلمة تصف الفعل إذن الظرف طبعا يجي ويا الفعل دائما يجيك ويا الفعل وهي أي كلمة تصف الفعل يعني يحكي لك عن الفعل ويأتي دائما ملاسقا للفعل ركز لي زين على هذه الملاحظة إذن وين يجيك يجيك دائما ملاسق للفعل دائما وين يجيك ملاسق للفعل ويجيك ويا الفعل طبعا أمثل على ذلك أنا عندك كلمة سعيد بس هقلي بسعادة هذه الظرف بسهولة هذا هو الظرف الظرف وين يجيك يجيك ملاسق للفعل لا تنسى هاي الملاحظة مثال على ذلك إذن هو يسوق بعناية إذن إذا لاحظ إذا لاحظ أنه إجتني وين إجتني بعد الفعل يسوق بعناية خلينا ناخد تدريب على هذا يقول بيتر هو شبي كيرفول ليش كيرفول لأنه صفة كيرفولي بعناية طيب هنا ووكس يمشي عندي فعل نعم عندي فعل طالما عندي فعل رئيسي فراح أجي ش أسوي اختار اختار ظرف طيب هنا عندي سبيكس يتكلم هذا فعل إذن لازم اختار وراه ظرف they are هاي اختار صفة لأن الصفة تجي قبل أفعال كينون ال is وال are والآن they are speaking speaking فعل فأختار quietly طيب جودون plays واحد اسمه جودون طبعا نختار play well يلعب بشكل جيد جدا well thorough أو good هنا نختار صفة he is ليش أنا جيتنا عنده is لأنه نذكرنا أن الصفة تجي ورا ال is وال are والآن هذا بشكل عام كلامنا عن الظروف وعن موقع وهذا الموضوع اللي شرحته كلش مهم ويجي بالامتحان طيب الآن كفة شغلة مهمة إحنا عندنا ظروف ظروف أنواع أنواع الظروف مهمة أخذنا موقع الظروف فسرح ناقض أنواع الظروف طبعا الظروف أكو ظروف زمان مثلا today tomorrow in the afternoon هاي ظروف زمان عندنا ظروف مكان إليهم مثلا هنا there هناك في بغدال طيب عندنا أيضا ظروف التكرار مثلا مثلا usually always never طبعا لأنه كل واحدة نحفظ عليه المثال نحفظ عليه الجملة غير هاية ما مطلوب وإحنا راح نسوى انتحان لهذا الفصل وتشوف نفسك أنت وتشوف الأسئلة شلون تجي طيب بلّه بعدش عندنا طيب عندنا كذلك already still هذا أيضا ظروف طبعا هاي تستخدم مياه المضارع التام يقول ويوز اكس طبعا نقول نستخدم أيضا هذه الظروف to express connection between events حتى نستخدم هذا حتى نربط بين الأحداث قلت لكم أن تستخدم مياه المضارع التام حتى شوف كلمة his plane has already arrived طائرته وقد وصلت بالفعل إذن هاي تستخدم مياه المضارع التام هي تستخدم للربط إحنا اللي مطلوب من عندنا لازم نحفظ نحفظهم هذا الظروف وهذه الظروف يعني الظروف expectation ظروف التوقع هاي الظروف طبعا يعني دائما تعبر عن ربط أحداث تعبر عن ربط أحداث ممكن بعض الجامعات أنا ذكرتها المعلمة وأرجع أفكرها النوف بعض الجامعات يعني عادي يجيب لك تعاريف يعني يقل لك شون هي expectation ما هي expectation adverb ما هي adverb أو frequency عادي إذن هاي كلها لازم تعفوظهم كتعاريف يعني عادي كذلك يعني مثل كلمة no longer هذن كل نسميه expectation adverbs الظروف اللي هي مرتبطة بزمن أو تربط ما بين الأحداث غير هاي ما عندنا أيضا عندنا فوكس adverb كلمة فوكس adverb يعني معناها مروف التأكيد اللي هي تأكد يتأكد على فتشيء معين مثلا you can't even اسم أنت حتى سبح ما تقدر تسبح يعني even هنا حتى يعني أكدتلي أكدتلي ضروري جدا أحفظ ليك تعريفها أقول هي أتأكد على المعنى وأحفظ عليها مثال وأعرفهم منه أعرفهم منه فوكس adverbs كذلك عندي الظروف التي تحتوي على درجات يعني شون درجات يعني تحتوي على خلينا نقول مستويات he is totally forget very جدا completely مطلقا قليلا كثيرا هذا اللي هنا بهن درجة اللي هنا بهن درجة كبيرا كثيرا قليلا شوف a bit كل هذين الكلمات ذني أسميه adverb طبعا نكتب عليه الملاحظة أنا دائما يجن قبل الصفة ذني دائما الظروف ذني غالبا يعني يجن قبل الصفة نكتب عليه الملاحظة أنه هذه الصفات تسمى degree adverb تعريفة ينحفظ مثل اسمك وتعرفها من هي وتحفظ عليها مثالين ثلاثة تحفظ عليها مثالين ثلاثة من أرى الأوبار الزرف الحال هذا أنا شرحت أصلا وذكرنا شن هو ينتهي ly دائما ومواقعة ذكرت أنه دائما يجيني ويا الفعل مثلا i will read يقرأ carefully بعناي read يقرأ carefully بعناي عندنا أيضا الصفات الرأي عفوا ظروف الرأي شن يعني ظروف الرأي إخوان الظروف اللي بها رأي بها رأي بها احتمالية تعريفها تحفظ عليها مثالين ثلاثة مثلا it was probably misunderstanding من المحتمل كان سوء فهم إذن بها بها رأي بها آراء مختلفة يعني 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 ما كنت تأكيد بها ظروف الرأي سمونا ظروف الرأي كذلك عندنا مثلا seriously we are seriously نحن نحن نفكر بموضوع الانتقال من بلد إلى بلد آخر بشكل جدي إذن الموضوع رأي أو خلينا نقول فد شي يعني دائما هو يتضمن رأي عن ما قيل أو عن ما كتبه من المحتمل يعني الشي يحمل رأي طبعا إذا أنت تخربط بها إذن جمع الكيان هو قيل لك إذن اللي تشوف من قد نحن ظروف الرأي راح ننتقل الآن إلى موضوع المقارنة والتفضيل موضوع المقارنة والتفضيل أعتقد موضوع يعني معروف وما يحتاج يعني واحد يخوض بي ومع ذلك أنا راح أشرح طيب الآن أنا عندي صفة عادية عندي كلفر أقول عليها طبعا يعني الصفة نحن نعرف أنه الصفة المكونة من المقطع صغير يعني مثلا عندي كلفر نخلي إلى ER يعني نحن دائما مثلا عندي المنتهيات بWI نقلب الWI إلى I ونضيف ER وبالتفضيل نقلب الWI إلى I ونضيف EST لازم منعه من ننسى أن المقارنة دائما تبدأ بTH والتفضيل دائما تبدأ بTH والمقارنة تنتهي بTH يعني وراء المقارنة دائما يجيك TH يعني ما واحد يدوخ ها والله أنا ما أعرف هاي مقارنة وتفضيل وقد نغق مكتوب TH للمقارنة والTH للتفضيل TH تجيك مع التفضيل ومثل ما نشوف مثلا Symbol Symbol إذا منتهي بWI نقلب لWI ونضيف ER إذا منتهي مثلا حرف صحيح وقبل العلة أكرر الحرف الأخيرة هاي ما الثالث متوصل Bigger Biggest هاي ما الثالث متوصل يعني أصلا ومثل ما نشوف قدامنا أيضا كذلك بعض الشوال مثلا عندنا الـ Good يصير Better والـ Old يصير Older والـ Oldest يعني أكو به نصفات طبعا شوال لازم نحفظ يعني أيضا هذا بالنسبة لهذا الفصل هذا الأشياء المهمة وأي سؤال أو استفسار أنا يحاضر وإن شاء الله راح تكون أكو أسئلة عن المال ترجمة نانسي قنقر